مرحبا أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ لمولود برج العذراء لشهر 10 أكتوبر 2021-2021-2020 قبل أن نبدأ يا أصدقائي أتمنى الاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وأتمنى أنك تدوس على اللايك الآن بلاش تنساني من اللايك يا صديقي أتمنى لك حط سعيد وبداية شهر تكون ممتازة جدا مليئة بالأمور الإيجابية بإذن الله تعالى طبعا يا أصدقائي للتواصل على طريقة الواتس أب بتلاقوا رقم الواتس أب تحت أسفل الفيديو بصندوق الوصف ومراتنا بكتبه في التعليقات سنرى شو مخبالك بداية شهر عشرة بإذن الله تعالى استمتع برؤية واضحة للأمور المستقبلية رح تقدر من خلالها أنك تحقق كل الأمور الذي يتسبو إليها من طموحات أو أحلام بس حاول قدر المستطاع يا صديقي برج العذراء أنك تحدد الأهداف القريبة المنال لا تحدد الأهداف البعيدة أنت في عندك طموحات وأحلام كبيرة جداً وفي مشاريع كثيرة وخصوصاً في الأمور المهنية تدور في بالك وفي رأسك بس الأهداف البعيدة بتخليك أنه تيأس أو تشعر في بعض المنال قبل أن تقدر أنك تحقق هذا الهدف الذي يتسبو إليه أما لما تحدد الأهداف القريبة تقدر تحقق هذا الهدف بوقت قصير جداً قبل أن تشعر في المنال أو اليأس وكل هدف بتحققه إثق تماماً أنه رح يعود إليك بشكل إيجابي كثقة نفس عالي جداً رح تكون عندك ورح تقدر من خلال هذا الموضوع أنك تتخطى كل العبقبات والعرقيل اللي بتواجهك بالفترات القادمة هناك بعض المشاكل والنقاشات الحادة في الأمور العاطفية بسبب اختلاف الرأي بينك وبين الشريك أنت بحال طبعك ما بتحب حدا يغلطك بأي حاجة وهذا الإشي الصحيح مولود برج العذراء هو من أذكى الأبراج ومحلل بارع جداً وقادر أنه يأخذ القرار الصحيح اللي بدفع مصلحة العائلة كمصلحتك ومصلحة الشريك إلى الأمام فإنه يجي واحد أنه يغلطك يعني أنت هذا الكلام عندك مرفوض قطعياً فلما الشريك أنه يغلطك أو أنه يحكي لك رأي مخالب لرأيك هذا الموضوع يعني بشعرك في العصبية الزائدة وتشعر أنه يعني بالغضب وأنه يعلى صوتك لا إرادياً وهذا الإشي الصحيح لأنك أنت يعني لما تحكي كلمة أو تحكي رأي أنت ما بتحكيها عن عبث بتكون فكرت فيها مليئة وعارف شو اللي بتحكي وعارف أنه صحيح بإذن الله مية بالمية بس حاول أنك تخلي الشريك أو الحبيب أنه تأخذ برأيه كيف تأخذ برأيه أنت عارف أنه رأيه غلط ومش صحيح بس هذا الموضوع خليه بشكل ملموس كيف نخليه يا صديقي أبرج العذراء بشكل ملموس حس لما هو يحكي رأي وأنت ترد عليه ويكون رأيه غلط سعيتها تقدر تحكي معه بشكل وضوح كامل أنه هاي حكيك طلع مش صحيح وقل كلامك غلط بغلط وإثق تماما هذا الموضوع رح يخلي الشريك أو الحبيب يأخذ درس أنه ثاني مرة ما يزاود على حكيك لأنه حكيك صحيح بإذن الله تعالى مية بالمية نكمل يا أصدقائي هناك خلاف بين أفراد العائلة من الحلقة الأولى هذا الخلاف رح يصير فيه يعني يكبر هذا الخلاف وأنهم ما يحكوا مع بعض ونقاشات حادة أنت رح تحاول أنك تصلح بين هذول الشخصين من أفراد العائلة لكي ترجع الأمور إلى مجاريها لأنك أنت دائماً بتحب الإيد الوحدة ما بتحب الفرقة أو القطع بين أفراد العائلة بس حاول يا صديق يا برج العذراء خلي تدخلك بشكل يعني أنك ترضي الطرفين لأنه أنت في عندك طبع بتحب يعني تحكي للشخص اللي أمامك عن نقاط ضعفه وأحياناً أنك بتنتقده كثير كيف يعني بتنتقده؟ يعني بتحكي له كل شيء غلط فيه هذا الأسلوب رح يخلي شخص من دول الشخصين يزعل منك وأنت هذا الموضوع ما بدك إيات ما بدك حدا يزعل منك فحاول يا صديق يا برج العذراء أنك تكسب الطرفين وأنك يعني ما تحكي أو تنتقد أي شخص منهم وخلي هدفك بس أنهم يصطلحوا مع بعض وأنت قادر أنك تقنع أي شخص باللي بدك إياه هناك تراجع في الأمور الصحية وتشعر أحياناً في التعب والإرهاق الجسدي هذا نتيجة تحركاتك الأخيرة بآخر فترة وخصوصاً الأعمال الإضافية اللي قمت فيها وكمان كنت نشيط جداً اجتماعياً كزيارات أو أشياء من هذا القبيل فحاول قدر المستطاع أنك تأخذ قصد من الراحة الكافي جداً اللي تقدر تستعيد قوتك ونشاطك وتقدر تقوم مهامة كل يومية اللي أنت متعود عليه لنكمل يا أصدقائي ونرى كيف الأحداث ستكون معك بشهر عشرة بإذن الله تعالى مولود برج العذراء دائماً عنده أحداث كثيرة جداً يعني لدرجة لما بد أقراله يعني بجوز ما بكفيني ثلاث ساعات وأنا بحكي عن الأحداث والأمور اللي راح تصير معه فأنا بذكر يعني أهم الأمور اللي راح تصير بشهر عشرة وبدأ أذكر كل إشي راح تكون الأمور أكثر من ما تتخيلوا لنكمل يا أصدقائي في الأمور الدراسية سيكون شهر ممتاز جداً والحظ بدعمك في مجال الدراسة وخصوصاً المقبلين على امتحانات داخلية أو خارجية راح يحققوا نتائج أكثر من ما بتوقعوا راح تكون هاي النتائج ممتازة جداً ورح يفتخروا فيها حاول استغل هذه الطاقة اللي بتصير معك اللي بتدعمك في مجال الدراسة يا صديقي أبرج العذراء في الأمور اللي كنت أنت في السابق تشعر أنها يعني بتغلبك أو أنك يعني مش قادر تفهمها أو تحفظها راح تشعر بهذه الأمور أنها صارت سهلة عليك جداً وأكثر من ما تتوقع لنكمل يا أصدقائي هناك بعض الأشخاص اللي من حولك بنظروا إليك نظرة الغيرة والحسد حاول قدر المستطاع أنك تبتعد عن هذول الأشخاص ولا تخليهم يكونوا قريبين جداً منك لأنهم بجلبوا لك الطاقة السلبية وبإذن الله تعالى راح تجيك إشارة فيهم واحد واحد انتهت قراءة لي لبرج العذرة لشهر 10 أكتوبر 2022 لا تنسوني بالاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى ولا تنسوني من اللايك